ملخص كتاب فن الإغواء الجزء الثاني للكاتب روبرت غريين مرحبا من جديد كنا قد تحدثنا في الجزء الأول من ملخص كتاب فن الإغواء عن تصنيف المؤلف لأنماط المغوين المختلفة ومميزاتهم وكيف يمكن لكل نمط أن يستغل صفاته الطبيعية ويعززها بالمهارات المقتسبة لينجح في غواية أهدافه كما تحدثنا أيضا عن أنماط الفرائس أو ضحايا الإغواء وما يبحث عنه كل هدف وما يميز شخصيته من جوانب تسهل وقوعه في شباك الإغواء تحدثنا كذلك عن نقيض الإغواء وهي الصفات التي يمكنها أن تجعل الإنسان منفرا وكيف يمكن تلافيها في هذا الجزء نتحدث بشكل مفصل عن عملية الإغواء بحد ذاتها والتي تتكون من أربع مراحل المرحلة الأولى إثارة الرغبة والاهتمام تبدأ المرحلة الأولى لعملية الإغواء الناجحة دوما باختيار الهدف الهدف المناسب لتمارس إغواءك عليه ولديه القابلية للوقوع تحت تأثيرك ليس من المجد أن تهدر محاولاتك على شخص منيع لسحرك الشخصي تذكر أن لا أحد يقدر على إغواء الجميع مهما كان فاتنا وببساطة إن الهدف المناسب هو شخص يفتقر إلى ما يمكنك منحه الخجول الذي يتوق إلى الخروج من قوقعته فينجذب إلى منهم أكثر انطلاقا وجوء لأنه يظن أنهم سيحررونه من قيوده والناضجون الذين يتوقون لاستعادة أيام الصبع عادة ما ينجذبون إلى اليافعين لأنهم يظنون أنهم يستطيعون إعادة إحياء شبابهم لكن كيف تميز الأشخاص الأكثر قابلية للخضوع تحت تأثيرك لاحظ طريقة تجاوبهم معك انتبه لردود الأفعال العفوية واللا إرادية أكثر من تلك الرسمية والمقصودة ارتباكهم في حضورك وحمرار الوجنتين ومحاكاة بسيطة لإيماءاتك يعني كل هذا أنك نجحت بلفت انتباههم حتى إبداء بعض الغضب أو التململ يعني أنك تخلق في نفس الهدف توتراً وأنه فقط يحاول مقاومة تأثيرك عليه بعد ذلك تأتي مدة من الملاحظة المتأنية إنح نفسك الوقت للتعرف إلى هدفك ومراقبته عن بعد واعلم أن الناس يخفون أكثر جوانب شخصيتهم هشاشة وضعفاً ويبذلون قصار جهدهم في التظاهر بالعكس هذه الجوانب الخفية تكشف ما يتوقون إليه قف على مسافة آمنة في البداية لا تبد اهتماماً مباشراً فالسلوك الاقتحامي سيزيد من مقاومة هدفك وسيفعل دفاعاته وقد يجده البعض منفراً فقط اجعل وجودك ملحوظاً لمدة كافية واجعل هدفك يتساءل إن كان هذا مقصوداً بعد أن تتحقق من أنك محط افتمام هدفك وبعد أن تراقبه عن بعد لمدة كافية يمكنك أن تخمن الأسلوب المثالية للتعامل معه اتقن ألعاب البدايات الغواية لعبة مثيرة ومسلية عموماً لا تعتمد على الإفصاح بل على الإيحاء وإثارة التساؤلات لو كان هدفك أكثر دفاعية أو مقاومة فابدأ بالصداقة لا تفصح عن نيتك سريعاً الصداقة تسمح لك بالتعرف إلى الهدف بشكل أفضل وتسمح لك بالتسلل إلى حياته وتذكيره ببطء إلى أن تصبح جزءاً أساسياً منها والأهداف الأكثر تقلباً وميلاً للشعور بالضجر تحتاج إلى أسلوب مختلف يبحث هؤلاء عن التشويق أو الغموض في تلك الحالة تصبح الإشارات المختلطة آلية أكثر فاعلية للإيقاع بهم التقلبات المستمرة والمباغتة بين الاهتمام الملحوظ والجفاء غير المبرر ستثير في نفوسهم ارتباكاً عميقاً حول منزلتهم منك ونظرتك إليهم يمكن تعزيز هذا الارتباك بخلق مثلثات عاطفية أو شعور عام بأنك شخص مربوض أو إداء الاهتمام بشخص آخر في محيطهم كل هذا سيوحي لهدفك أنه في منافسة مع آخرين للفوز باهتمامك وحظوتك المشكلة في هذه الأساليب أنها قد تأتي بتأثير عكسي إن استخدمتها دون حرص الإشارات المختلطة مثلاً قد تصيب هدفك بالإرهاق أو اليأس المغوي المحترف لا يدفع هدفه إلى هذا الحد بل ينحه فترات من الراحة والشعور بالأمام وينسحب فقط قبل أن يتسلل الملل ليثير الارتباك ويؤجج المشاعر كذلك الأمر مع المثلثات العاطفية وخلق التنافس عليك من وقت إلى آخر أن تعزز شعور هدفك بأنه المفضل لديك بالرغم من المنافسة ولكن قبل أن يتحقق من ذلك لدرجة الزهد أو فقد الاهتمام عليك إشعال غيرته من جديد اخلق حاجة وقم بتلبيتها جزئياً المستقرون عاطفياً أهداف صعبة لعملية الإغواء ليشعر هدفك بحاجته إليك عليك أن تلفت انتباهه إلى ما ينقص حياته أيريد الشعور بالأمام؟ أم بروح المغامرة؟ ماذا عن اللذة الحسية؟ أيتلهف إلى المشاعر المرهفة؟ أم إلى الصداقة المتحضرة؟ أو ربما يعاني الوحدة؟ التأمل الدقيق في شخصية هدفك سيقودك لاستنتاج ما ينقصه قد يكون أمراً أشار إليه في حديث عابر أو تحاشى التطرق إليه بحدة ماضي الهدف منجم ذهب حقيقي لمعرفة ما ينقصه أو ما فشل في العثور عليه عندما تلفت نظر هدفك إلى ما يفتقده وتلوح في الوقت نفسه أن بوسعك منحه له تكون قد أسرته كلياً لكن عليك توخي الحذر فلا تقطع وعوداً قد تعجز عن الوفاء بها اجعل تصوراتك عما يمكن أن تقدمه مبهمة وغامضة وساحرة اترك لخياله العنان دون أن تلزم نفسك بتقديم شيء ملموس في مدة محددة لأن أقل خيبة أمل فيما يتعلق بتلك الاحتياجات قد تنهي اللعبة فوراً كذلك لا ينبغي أن تقدم لهدفك كل ما يحلم به ستبدو محاولاتك لاسترضائه مثيرة للشفقة بعد مدة بل عليك أن تقدم ومضات سريعة وغامضة ومبهرة عن العالم السحري الذي سيخطو إليه وهو معك وبنفس الطريقة عليك أن تظهر لهدفك أنك تشاركه الاهتمامات نفسها بل وأنك بدأت الاهتمام ببعض الأمور فقط لأنه يهتم بها سيشعره هذا بأنه يحتل مكانة مميزة لديك لكن في الوقت نفسه تجنب التماهي التام مع شخصيته لأنه سيجعلك تبدو شخصية ضعيفة أو منسحقة وسيفقد هدفك اهتمامه الآن وبعد أن نجحت في لفت انتباه هدفك وخلقت مساحة من الاهتمام المتبادل نمتقل إلى المرحلة الثانية من عملية الإغواء المرحلة الثانية خلق المتعة والتشويش في هذه المرحلة تسعى إلى الحفاظ على الاهتمام الذي نجحت بتحقيقه في المرحلة الأولى وعدوك الأول هو الملل والروتين أو أن تبدو متوقعا تحمل هذه المرحلة كثيرا من الألعاب الفهمية ليظل الهدف راغبا في المزيد ولتتيقن من تعلقه التام بك هل أنت مستعد؟ اخلق حالة مستمرة من الترقب في اللحظة التي يؤمن فيها هدفك بأن بإمكانه توقع تحركاتك تكون قد فقدت الجزء الأكبر من تأثيرك فيه تذكر أن الإغواء في النهاية لعبة من المفترض بها أن تقدم الغموض والتسلية لذا عليك بين الحين والآخر أن تفاجئ هدفك حتى ولو كانت المفاجأة غير صغرة ربما بادرة خارجة عن المألوف بينكما أو ربما انحراف مفاجئ في طبيعة علاقتكما جفاء مفاجئ أو رومانسية مباغتة كل هذا سيدفعه للبحث عن تفسير لهذه المفاجأة أو هذا التغيير وفي الوقت نفسه سيجعله يغرق في تخيلاته وتصوراته عن مفاجآتك التالية أو حركتك القادمة ما يعني أنك ستشغل تفكيره أغلب الوقت فلا يصبح هناك مجال للملل أو الرتابة ويعني أيضا أن تبقى المتحكم الأولى في مسار العلاقة الحذر هنا من أن تكرر مفاجآتك بشكل يجعلها متوقعة التبدل المستمر بين اللين والجفاء مثلا سيجعل الأمر غير مؤثر على المدى الطويل غير استراتيجيتك كلما شعرت أنها أصبحت مستهلكة ومتوقعة استخدم كلماتك بعناية الناس في أغلب الوقت غارقون في أفكارهم لدرجة تجعلهم لا ينصتون بعناية حين تتحدث إليهم لكنك تستطيع الحصول على انتباههم إذا حدثتهم عن أشياء يهتمون بها بالفعل أو إذا ألقيت على مسامعهم عبارات الثناء والمديح استخدم لغة رشيقة وموحية وعبارات تحتمل أكثر من معنى ودعهم يستخلصون ما يودون استخلاصه دع كلماتك تخلق شعورا بالأمان تجنب الجدالات الطويلة وتعلم إدارة دفة الحديث للخروج من حالة الجدل إلى حالة أكثر مرحا واسترخاء الجدال يخلق حالة بفاعية لا ينبغي أبدا أن تصبح مرتبطة بوجودك كذلك تجنب الأحاديث المطولة والإسهاب في اللغة المزخرفة التي قد تثير الشكوك في صدق لسانك لا تسهب في الحديث عن نفسك ودع لهدفك مساحة كافية للحديث عن نفسه مشاعره مخاوفه وطموحاته سيبقي هذا على غموضك وسحرك كما سيساعدك هذا على فهم شخصيته للحصول على بعض التفاصيل اهتم بالتفاصيل بدافل كل منا طفل يحب أن يشعر بأن العالم يدور حول تفاصيله تعرف إلى الطفل الموجود بداخل هدفك ودغدغ رغبته في أن تكون كل الأشياء مفصلة على مقاسه ومصممة لإرضائه بالانتباه إلى تفاصيل هدفك يمكنك أن تخلق له عالما خاصا يدور حوله وحده هدية شخصية تحمل تفصيلة ذات معنى نزهة في مكانه المفضل أغنية يحبها استمع إليها في حضوره أو تجربة محببة كان يتوق لخوضها أو تكرارها كلها لفتاة تبهر هدفك وتجعله أسيرا لفتنتك وانتباهك تخيل أن تحضر إلى مأدبة صممت خصيصا لأجلك وقد أعد لك مضيفك أصناف الطعام والحلوى التي يعلم أنك تحبها سيشعرك هذا بالتميز وسيكون له بالغ الأثر عليك الإغواء الناجح هو مأدبة معدة خصيصا لهدف واحد اجعل حضورك شاعريا وخفيفا لا تسمح لهدفك بأن يعتاد على وجودك أو يشعر بالاكتفاء منك فسرعان ما يخلق هذا حالة من الملل والزهد اتقن فن الاختفاء الاستراتيجي تشاغل من آن لآخر واسمح لهدفك بأن يفتقدك السحر كله يحدث حين ينفرد هدفك بنفسه ليجد أنك تشغل تفكيره وأنه يفضل لو كنت موجودا هنا والآن لكي يفتقد الهدف وجودك لا بد أن يرتبط حضورك بحالة شاعرية عذبة ومبهجة ومريحة أحاديث شيقة يتخللها بعض الغزل أو أجواء حالمة تشعره بأنه يحيا في عالم آخر ربما مغامرة جديدة تخطف أنفاسه انبهارا من آن لآخر أحط نفسك في ذهنه بهالة من الجمال والمثالية لكن في الوقت نفسه لا تصور نفسك على أنك ملك اعتراف صادق عن أحد عيوبك أو أخطائك أو سر تخجر منه سيجعلك فاتنا في عيون هدفك سيجعلك إنسانا بل وسيطفي بعدا شاعريا على تلك العيوب التي أفضيت بها إليه وحده وأتمنته عليها اسحرهم بها شاشتك المناورات العاطفية المفرطة المثالية قد تثير الشكوك في نفس هدفك لا أحد مثالي ولا أحد منيع بالكامل جميعنا بشكل أو بآخر نعلم هذا حين تبوح بسر أو نقطة ضعف إلى هدفك أو تبدي شيئا من الهشاشة أو حين تتصرف بشكل أخرق من آن لآخر فأنت تكتسب ثقته والأهم تكتسب عطفا سرعان ما يتحول إلى حب ربما بإمكانك الإشارة بأن هدفك نفسه قد صار نقطة ضعفك وأنك لا تملك شيئا حيال ما تشعره تجاهه نحن ننجذب للضحايا والمعذدين لأننا نرى آلامنا ومعاناتنا ألف في آلامهم ومعاناتهم استخدم هذا بذكاء لا تفرط في الشكوى أو إداء الهشاشة بالقدر الذي يجعلك تبدو منفرا وبائسا اختر التوقيت المناسب لهذه المناورة لا تفسح عن عيوبك قبل أن تتحقق من أن هدفك واقع في شباكك بالفعل وأنه قادر على التغاضي عن أي شيء اعزل ضحيتك ببطء عندما يشعر الهدف بأنه وحيدا أو منعزل يصيبه الوهن ويصبح بوسعك السيطرة عليه تماما الدعم النفسي والعاطفي من الأصدقاء المقربين والعائلة سيجعل هدفك منيعا لغوايتك العزل له فعل السحر حين يشعر هدفك بأنه وحيد لا أحد يفهمه سواك أو حين يشكك في نية من حوله سيدفعه القلق والوحدة إلى الارتماء بين فراعيك دون أدنى مقاومة استدرج هدفك إلى خارج حياته المألوفة إلى أماكن جديدة لا يعرف فيها سواك أصدقاء جدد لا يربطه بهم غيرك دعه يشعر بالغربة في هذا العالم الجديد بعيدا عن أصدقائه ودوائره المعتادة ستكون أنت الوجه المألوف الوحيد وحينها يمكنك الانفراد به عقليا وعاطفيا احترس من أن تبدو محاولاتك متعمدة أو أن تتعجل النتائج سيثير هذا الهلع في نفس هدفك وسيهرب منك على العزل أن يكون بالتدريج ودون أن يشعر هدفك فأنت تستبدل بحياته القديمة حياة جديدة من تصميمك فلا تجرده من كل شيء وتتركه معلقا في الفراغ الآن وقد أحكمت سيطرتك على هدفك بالكامل وتيقنت من خضوعه التاملت آن لك أن تنتقل للمرحلة الثالثة في عملية الإغواء المرحلة الثالثة التأثير العميق والإجراءات المتطرفة بعد أن حققت أهداف المرحلة الثانية من الإغواء وتحققت من تعلق الهدف بك وسيطرتك التامة على انتباهه آن لك أن تتلاعب به ليصبح هو من يطاردك ويحاول الإبقاء عليك وفي هذه المرحلة ستتمكن من دفعه لتحطيم قيوده وتحفظاته الشخصية لمنحك كل شيء دع الأفعال تتحدث عن نفسها الكلمات المعبرة واللفتات الموحية كثيلة بأن تلفت انتباه هدفك وتستقيه لمدة إلا أن الأفعال النبيلة هي ما تخمد الشكوك وتثير العواطف مساعدة هدفك في مشكلة حقيقية في حياته لا سيما لو كان الأمر يحتاج إلى جهد حقيقي سيبدو عملا نبيلا وسيشعر بأن بوسعه الاعتماد عليك لما هو أبعد من الرومانسية على أفعالك أن تبدو سريعة وبطولية بادر بتقديم خدماتك حتى قبل أن يطلب الهدف مساعدتك بشكل واضح وبنفس الطريقة عليك أن تدفع هدفك لأن يؤدي أفعالا بطولية أو خارجة عن المألوف ليبرهن على صدق مشاعره نحوك كلما كنت صعب الإرضاء استقتل هدفك لإثبات جدارته بك لا أحد يحب الصيد السهل وفي هذه المرحلة من عملية الإغراء أن تتوهم هدفك بأنه هو من يطاردك ويحاول استمالتك واستبقاءك انزج الحسية بالروحاني في مراحل الإغواء السابقة ستكون قد خلقت عالما مثاليا وحالما من الاهتمام المتبادل الآن حان وقت الإحاءات الواضحة للذة الحسية المحتملة ببطء وبحرص شجع هدفك على استكشاف جوانبه الأكثر جموحا لا مانع من مبادرة مباشرة من آن لآخر لكن عليك أن تمزج هذا بإطفاء بعد روحاني على علاقتكما كي لا تثير خوف هدفك وتفعل دفاعاته نحن نفتن بكل ما هو قدري وغامض وروحاني ونتحرر من قيودنا حين نشعر أننا نتحرك بموجب مخطط قدري قوي يتجاوز قدراتنا البشرية المحدودة على المقاومة فكرة التوأم الروحي الذي جمعه القدر دون تخطيط ستجعل هدفك أكثر فتاحا وفي نفس الوقت سيشعر بأن العلاقة بينكما أسمى من كونها مجرد مغامرة غير محسوبة امزج المتعة بالألم لا شيء ينهي المطاردات الإغوائية مثل اللطف الزائد والمستمر عليك أن تخلق بعض الضرر افتعل شجارا أو قطيعة واخلق حالة من القلق أو الحرمان ودع هدفك يتألم ويسعى لاستعادتك بأي شكل بعدها بادر بإصلاح الأمور وستجد أن أقل بادرة اللطف أو رقة صار لها بالغ الأثر في نفس هدفك بمعنى آخر اخلق أفعوانية عاطفية ترتفع بهدفك عاليا نحو الأمام والسحر والمشاعر الغامرة ثم تهوي به فجأة نحو القلق والهجر والألم فقط لترتفع من جديد الحذر هنا من أن مناورة المتعة والألم لها فعل السحر في نفوس من تميل حياتهم للاستقرار وتفتقر للمعاناة الحقيقية أما من تعرضوا بالفعل لكثير من الألم أو الخسارة في حياتهم فسيفرون منك سريعا إن حاولت إيلامهم مع هؤلاء دع لطفك ورقتك وهدهدتك لجروحهم القديمة توقعهم في شباكك ومن ثم تحكم سيطرتك عليهم وفي نهاية تلك المرحلة يصبح هدفك جاهزا للمرحلة الأخيرة من لعبة الإغواء المرحلة الأخيرة الضربة القاضية بعد إخضاع هدفك عقليا وعاطفيا في مراحل الإغواء السابقة يمكنك الآن أن تجني ثمار بوايتك الناضجة وتنتقل لمرحلة متقدمة في علاقتك بهدفك في الإطار الذي تراه مناسبا بالطبع فبعد أن صار الهدف عالقا في الأفعوانية العاطفية التي خلقتها في المرحلة السابقة سيصبح من السهل عليك أن تتولد فتعلاقتكما وتقودها لحيث ما شئت اثلق وهم المطاردة تصرفاتك وإحاءاتك في المراحل السابقة كلها ستقود هدفك للنقطة التي يبدأ فيها بمطاردتك ويظن أنه هو من يغويك لا العكس بعد أن أيقظت أكثر رغبات هدفك جموحا وعرضت جانبا مظلما وشهوانيا من شخصيتك عليك أن تتراجع خطوة للوراء اسمح بكل التوتر الحسي الذي خلقته بالعمل عد إلى الاختفاء المدروس والشرود واللا مبالات وحين يبادر هدفك بمحاولة إغوائك لا تستجب مباشرة أظهر بعض المقاومة أو الزهد سيشعل هذا رغباته أكثر وأكثر كن واعيا لأن هدفك في هذه المرحلة على الأرجح قد وقع في حبك وهو الآن يتحرك مدفوعا بمزيج سهل الاشتعال من الحب والشهوة تعامل مع هذا المزيج بحرص توقع بعض الانفجارات الغاضبة من آن لآخر واستخدم هذه الانفعالات لإشعار الهدف بالذنب أو لإبداء الضيط إذا عمدت إلى الغياب فلا تغب طويلا وإن عمدت إلى مقاومة دوايته فلتكن مقاومتك غير قاطعة كليا ادفع هدفك بحرص إلى اللحظة التي تتغلب فيها العاطفة على العقل والمنطق حينها يكون الهدف قد صار ملكك بالكامل عقلا وجسدا لحظة الهجوم المباغت إذا وجدت أن الرغبة قد تملكت من هدفك بالفعل إلا أنه ما زال يقف عاجزا بسبب الخجل مثلا فخذ بزمام المبادرة وأظهر بعض الإقدام دفاعات هدفك قد سقطت بالفعل بفضل مناوراتك السابقة الآن يمكنك المبادرة عليك أن تحسن قراءة هدفك كي لا يتحول الأمر لكارثة كثير من الجهد الذي بذلته طوال عملية الإغواء على المحك الآن ما أن تتحقق من رغبة هدفك فيك لا تتردد على الأمر أن يبدو مثل مفاجأة متوقعة الهدف في تلك المرحلة لديه توقعات عما سيحدث ولكنه لا يعلم بالتحديد متى أو كيف استدعي قدراتك على اقتناص الفرص وإن لم تسنح الفرصة عليك أن تخلقها ولكن دون أن يشعر الهدف بأنك تنصب له فخا على كل شيء أن يبدو عفويا وارتجاليا وغير مخطط له كيف يكسر المغوي تعويذة الإغواء بعد اللحظة الحاسمة يحدد المغوي إذا كانت لعبة الإغواء ستنتهي عند هذا الحد أم أنه يريد الاستمرار والاحتفاظ بهدفه لعلاقة أطول وبشكل عام إذا قرر المغوي إنهاء اللعبة عند هذا الحد فإنه سيفعل بالضبط عكس ما كان يفعله طوال المراحل السادقة للمطاردة الأمر يختلف من هدف لآخر إذا كانت عملية الإغواء ناجحة وإذا كان المغوي ماهرا فهذا يعني أنه يفهم هدفه بالقدر الكافي لتنفيره دون ضجيج الاتعاد المفاجئ مثلا قد يسبب تأثيرا عكسيا بالتحديد في عمليات الإغواء الناجحة ومع الأهداف الأكثر هشاشة لحظة الذروة العظمى يتبعها دوما بعض الارتباك ينتهي إلى فطور لا بد منه إن لم يطرأ جديد على الوضع إذا قرر المغوي المحترف إنهاء اللعبة عند هذا الحد فسيعمل جاهدا على تغذية هذا الفطور وسيكون واعيا للدراما المحتملة ويحاول تفاديها في حالات أخرى تكون المنافسة الشرسة هي ما تنفر الهدف من المغوي في تلك الحالة على المغوي أن يبدي اهتماما واضحا بشخص آخر حتى لو لم يكن هذا حقيقيا أما إن كان الهدف ينجذب إلى مثالية مغويه فإن ظهور الوجه القبيح للمغوي سيكون كافيا لانسحاب الهدف وبشكل أعم فإن معرفتك بنقاط تأثيرك على هدفك ستجعل من السهل عليك عكسها لصرف انتباهه عنك وتنثيره منك أما إذا قرر المغوي الاحتفاظ بهدفه فإنه سيعي جيدا أن اللعبة لم تنتهي عند هذا الحد كي تحتفظ بهدفك عليك أن تضمن أن تستمر اللعبة الإغواء ولا تمتهي أبدا التحدي الحقيقي الذي يميز المغوي المحترف هو أن ينجح في غواية نفس الشخص أكثر من مرة من الطبيعي أن ينشأ بينك وبين هدفك شعور بالألفة بعد هذه المباراة الغرامية الممتعة دورك هو أن لا تكون تلك الألفة نافذة يتسلل منها الملل والفتور استمر في مفاجأة هدفك من آن لآخر استمر في التأرجح الخفيف بين الصد والإقبال ببساطة لا تجعل اللعبة تتوقف استمر في اللعب قبل أن نترككم تذكر دائما أن الإغواء لعبة تهدف إلى المتعة والإمتاع لا تأخذها أبدا بجدية فهي ليست مسألة حياة أو موت يقولون أن كل شيء مباح في الحب والحرب تحل بروح رياضية إن خسرت جولة من جولاتك ولا تجعل اللعبة تنتهي سريعا بل استمتع بها ومتع هدفك قدر استطاعاتك ولأطول فترة ممكنة